لا تهدأ العواصف السياسية في لبنان القابع أصلا على صفيح ساخن يكتوي به كل أطراف اتفاق الطائف الذي بات في مهب الريح لليوم الثاني على التوالي بقي لبنان أسيرة تصعيد الأمني الخطير في الجبل بعد زيارة وزير الخارجية والمغتربين جبران باصيل وما تخلى لها من خطابات استفزت أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يقوده وليد جونبلات والذين قطعوا الطرقات لمنعه من استكمال جولته قبل أن يتوتر الوضع لإطلاق نار متبادل أدى إلى مقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صارح الغريب المقرب من الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يتزعمه النائب الدرزي طلال أرسلان الذي اعتبر أن ما حصل فتنة مخطط لها من نائب الفتنة عبارة تفضح حجب الصراع المتنامي الذي يعيشه لبنان البلد الصغير نسبيا مقارنة بجارته سوريا حيث انتقلت بوادر الأزمة السورية إليه ما شكل حالة استقطاب سياسي حادة بين رئيس الدولة ووزير خارجيته الموالين لنظام الأسد وحزب الله وبين تيار جنبلاط المعادل الأسد بينما قبل سعد الحرير رئيس الحكومة في النهاية الاستجابة للضغوط لإنهاء الفراغ الحكومي الذي عطل البلاد طويلا وفاقم أزماتها الاقتصادية والسياسية وبالعودة إلى تظاهرة الجبل وأصلها فهو الخطاب الذي يصفه مناهض باسيل بالعنصري والطائفي أثناء جولته التي بدأها في قضاء عليه من بلدة الكحالة التي تضم غالبية مسيحية حيث ألقى فيها خطابا أعد فيه التذكير بمعارك الجبل خلال الحرب الأهلية اللبنانية بين المسيحيين والدروز وذلك على الرغم من وجود مصالحة الجبل الشهيرة التي تمت عام 2000 بين البطريارك الماروني نصر الله بطرس صفير وبين جبلات أمام هذا التوتر الحاصل وحدث باسيل عن عودة أجواء تذكر بالحرب اللبنانية بمنع وصول وزير لمنطقة ما كررت مصادر بالحزب التقدمي الاشتراكي تأكيدها أن طريق الجبل مفتوحة لجميع مع الاحتفاظ بحدود آداب التخاطب السياسي وهي الشعرة التي يخاف اللبنانيون اليوم قطعها ما يجدد المخاوف من انزلاق البلاد إلى ما لا يحمد عقباه ما لم تلتزم جميع الأطراف بالتهدئة ترجمة نانسي قنقر